بوتيرة متصاعدة عودة أعمال إنشاء المدينة الرياضية التي تضم ملعب السنبل الرياضي في الديوانية بعد توقف دام لعدة أعوام تفاصيل أكثر مع أحمد المسلموي بوتيرة عمل عالية ومتواصلة ليلا ونهارا وبمتابعة جادة من وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية تتواصل أعمال إنشاء المدينة الرياضية في الديوانية والتي تضم ملعب السنبل الرياضي والذي يتسع لثلاثين ألف متفرج وبعد توقف دام لأكثر من عشرة سنوات من موقع ملعب ثلاثين ألف متفرج في الديوانية لملعب السنبل الرياضي الآن باشرت الشركة باستيناف العمل في المشروع بتاريخ 31 سبعة ألفين وأربعة وعشرين بعد توقف دام لمدة عشر سنوات تقريبا والعمل الآن بوتيرة تصاعدية حيث الأعمال في المشروع تجري في أعمال التسقيف الملعب وأعمال هيكل السنبلة والأعمال الأخرى بملعب الأضافي الاحتياط ملعب الألفين متفرج تمت مباشرة بالعمل بوتيرة تصاعدية في موقع ملعب السنبلة في محافظة الديوانية وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع سبعة وخمسين بالمئة بكلفة مية وأربعة عشر مليار وأربعمية وخمسين مليون إنشاء ملعب السنبلة في الديوانية وبدعم من حكومة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني في هذه المحافظة والتي تفتقر للمشاريع الرياضية الحيوية من شأنه النهوض بالواقع الرياضي وتحقيق العديد من الأهداف في هذا المجال بالنسبة للمدينة الرياضية ملعب السنبلة في محافظة الديوانية له أهمية كبيرة على مستوى المحافظة بشكل خاص والعراق بشكل عام لما له من دراسة جدوى حيث يمثل ركيزة أساسية ومهمة في مشاريع الرياضية من خلال توفير الملاعب وهذا يوفر دعم أساسي ثم تعتبر أيضا نوع مشروع استثماري لما له ربط فاصل ما بين المحافظات الديوانية والمحافظات الأخرى أيضا يعتبر هذا مردود اقتصادي على المحافظة وكذلك دعم الأندية والمنتخبات من خلال توفير المستزامات والبنى التحتية الضرورية لهذه الملعب إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الديوانية في وقته المحدد يشكل قفزة نوعية في المتابعة الجدية لإكمال المشاريع المتلكئة وخاصة الرياضية منها لتكون ركاز أساسية لرياضة المحافظة من الديوانية أحمد المسلموي العراقية الرياضية